موسيقى حتى يتعلم ويدخلوا المدرسة يعني الحمد لله رب العالمين معظمهم بيقرؤوا بيكتبوا بيعرفوا يمسكوا القلام موسيقى مجلاء معمار من معرفة النعمال عمر 40 سنة خرج التاريخ مديرة مركز شام التعليمي المهني لكن الظروف هي اللي جبرتنا أنه نختار هذا المكان الأثري لأنه واسع قمنا بترميمه مثلا فرشنا الأرضيات سأفنا الشوادر وعوازل سطح حي القلعة الأثرية المتينة طبعا الحكرة الصباحية في روضة أطفال عندنا ما يقارب 50 أطفال من أعمار متفاوطة أعمار أربعة سنة خمس سنين من أحيث الأمان أنه في أمان يعني أنه متينة ومجهزة قدر المستطاع لكن الطلاب شفت أنه هالكراسي إنه كبير عالطلاب هي فقر اللوجستيات هي لعب تلعب دور كبير إنه ما في مقعد مصغر لعمر أربع خمس سنين للطفل هاي الصعوبات العملائية الفترة المسائية منعلن عن عدة تدريبات مهنية للنساء حتى نعلمها مهنية تعتمد على نفسها بالنسبة لمستويات الأطفال متفاوطة حسب اهتمام المكان وحسب اهتمام الأهل نحن عم نعمل قصار جهدنا حتى يتعلموا يدخلوا للمدرسة يعني الحمد لله رب العالمين ومعظمهم بيقرأوا بيكتبوا بيعرفوا يمسكوا قلام الشي اللي بحب ضيفه إنه يعني نطور نفسنا نطور العمل بوجود مواد مساعدة إلنا لتطوير العمل إنه بعض اللوجستيات اللي نقدر نقدم الأفضل اشتركوا في القناة